ترجمة نانسي قنقر المنظومة الصحية عاش تكرهات خلال السنوات الماضية تراكمات كبيرة اللي وصلتنا لواحد تشخيص اللي في بعض الأرقام مو مو كدخاء باش يمكننا نرجع فيها خاصنا سنوات بتلقي صلح النقص الحد اللي كان في الموايد البشرية عنده علاقة مباشرة مع التكوين كذلك اللي كان قوله عندنا 34 ألف طبيق نقص يعني ركن ربطها مباشرة مع مركز ديالتكوين كوليا يتقل العدد ويرخي الرجيم إذا هذة الفلسفة هذي اللي هي معضلة مجتمعية ديالالبلاد قطاع ديالواح بوارش مالكي كيتعلق بحيماية الاجتماعية واللي مطارنة مباشرة مع المنظومة الصحية ممكنش الحكومتها ومفاولة وجزء بسيطة ولهذا أنا كطبيب وكأو استاد قطاع ديالتكوين ودست من هذة الفلسفة من تسعينات هنا نقل متر ونشوف الحضوط اللي عندهم اليوم والمؤهلات اللي عندهم شي ممكن يكون تكوين ديالهم أحسن تكوين في العالم والمنتوج المغربي معروف تتخطفوا عليه في العالم ممكنش يكون اليوم هادشي موضع مزايدة في إطار ديال الجودة وحبوغيتها التهاب إلى أماكن أخرى الحماية الشيماعية دراسة حيب جلالة المغربي الحكومة غادي توقف عليها باش تنجحها مع الدناش ما بسموحش لنا اليوم باش نهضرو الزمن ونتأخروا فيه ونبقوا نشوف المزايدات مع الطلبة ونكون مغلطة في الساحة وحكومة عملت مرونة الحقيقة لأن من باب ديال العطف ومن باب ديال أنه هاد الطلبة هادو رغم كذلك عنصر في هاد تحول اللي كنعيشو فيه في المنظومة الصحية لأنه مغدالي غادي يكلم يهزو هاد العالم في التحول الجديد 34 ألف طبيب اللي يخصني نكوين اليوم يخصني لها بزفيا ويزيد كوين يخصني نقلص من عدد السنوات العالم كله يشوف بأنه التقلص ديال عدد السنوات إلا بعض البولدان ضئيلة وحالة نعرضوا التطورات التكنولوجية اللي اليوم كتنكلك تخلك أنه تقلص من عدد السنوات وبدكع الاصطناعيين اللي داخل واحد القوة فإيضار ديال تكوين تبلي واش حناية؟ الدولة غانقون تشاوروكي باش نديرو باش ممكن ننخلونه الأطباء والحاجيات ديال المواطن إذا بستحر إذا ليش كنقل بأن الحكومات تعاملت بمورنة واليومة هذيك المورنة بصلاك بواحد المستوى اللي ممكنش نفوتوا واحد بخط الأحمر اللي تكون فيه بعض المزايدات الأخرى ولهذا هاد الأمر كانت تتعلق بالسيادة ديال الدولة اللي خاص اليوم انقطعوا لها السيار ديالة باش نقولوا لهم ها نصلح ديالكم ها نصلح الديال المغربي ها نصلح الديال المغربي يوه ها فين بغير نمشو ها وليدت نموان ممكن يسدوش الليب على الناس اللي بغيروا اللي بغيروا يشوهر عليهم ولكن حتى اللي بغيروا يجيل عندنا خاص يكون عندنا تحناية إضراءات جاذبية باش المنظومة ديالنا صحية جيبنا كذلك تحنا أجانب وهذا هو المنظومة من هذا من هذا الإصلاح اللي يصطر المعاليم دياله صاحب الجلالة واللي في يعني المركز ديال الهتمام هو الموليه البشاري واللي كاتم ده من التكوين ديال الأطلبة حتى يتخرجوا إن شاء الله ويكون مؤهلين في الميدان ديال حوالي هذا أتمن كل ما قاله زميلي والحكومة اللي اليوم خذت إجراء هات حازمة باش ممكنش نزيدو مازان تزيدو في هاد مسألة ديال ست سنين وسبع سنين واللي حسمنا في هالأمر هاد في الفين واثنين وعشرين واللي عمين هادي والليوم الفوج الأول خذ فهات السنة هادي إطار هاد يعني النظام الجديد فما ممكنش يقول اليوم هات مسألة عالقويلة ديال الحوار ومتزيدو فيه ولا نرجعو فيه مرشاريات ممكنش أنا قول ياش نو خاصة الناس بشي كونه أطباء مزيانين قول ياش نو متجهزت اللي خصنا نديره بشنا هات كولهم مزيانين قولناش نو خصنا نكيننا نأهلهم كنا نخلصهم مزيان كن هاتش يكونوا متفقين على ولكن بشي هاتش يقول هاتش اللي بغاية الدولة ممكنش نديره منال مشيتي الدير اختارتي الدير ذاك التب هات هات الشورط مرحبا على غاسي وعينيو لكن منتوش يكون منتوش داد شودا راشتين اليومه فرنسا أستراليا ألمانيا كل شي بغي مغي الموارد البشارية في العالم كي بتخاطف وعليها لانا كي نأذن حقيقي عالمي ولكن هاتش ندور دينا كدولة كحكومة كوزارة ويخصي نحويل المواطن المغربي لايش نكون انا باش نسافت على برا كنكون باش رخصي المواطن المغربي تعجينا هاتش هاتش منظمات صحية ومشموعات صحية الترابية هاتش النظام الجديد وهاتش حاتوامات الجديدة يعني هاتش كله رخصور خصو مؤهلة كل والوظيفة الصحية الي فيها واحد جاذبية واحد تحكيزات جد مهمة لهذه الناس هاته تبتلين ممكن ان لا نشوفوش هاتش الانتيازة لكينا انا كان امن لان كل حول اللي يجابت اليوم هاد اصلاح المالكي هاد الوارش المالكي يصلاح اليوم اللي كبعي اليوم الحكومة جدية هو الطريق الافضل وامتل لتشويق المنظومة الصحية وإذا لم يكن لديكم بعض الأسئلة ممكن أن نتجاوه معكم فأنتقص على هذا المكلام ونعطيكم كمينة حفظة الكائنا شكراً شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك